يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان يعلمنا ان الفن وسيلة مهمة جدا 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 في التعليم والتربية يجي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يروح ماسك يروح بسبوع وكده في الرم وروح خاطة خط وبعدين يخط خط على اليمين وخط على الشمال الحديث ده ورد مرتين برويتين ان رسول الله رسم مربع ثم رسم خط خارج من المربع ده ومرة ورسم خطوط خارج من المربع ده مرة رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخط ورسم بجواره خطين خط عن يمين وخط عن الشمال ثم قال هذا هو الصراط المستقيم وهذان خطان وهذان سبيلان يقف الشيطان على كل سبيل من هذين السبيلين يبقى رسول الله استخدم فن من الفنون المشهورة جدا اسمه فن الرسم استخدم فن الرسم لانه وسيلة تربوية وسيلة تعليمية مهمة جدا 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 ما تستخدمش ايوة لان في الحقيقة اولاد ده مثلا لسه كنت انا في في جلسة من الجلسات وكان استخدم وكان استخدم الفن للتعبير عن الحالة النفسية للشخص رسول الله لما رسم الرسم لها كان عايز يقول لنا تلات حاجات سهلين جدا جدا في التعبير بالفن وبالرسم اللي عبر بيه حضرة النبي اول حاجة ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان كلما كانت الامور بتستخدم فيها البساطة كلما ده كان اقرب الى الناس الصراط المستقيم هو الصراط الموصل للحقيقة فعليك ان تصل الى الحقيقة بشكل واضح فرسم خطا صلى الله عليه وسلم فخط بيده خطا صلى الله عليه وسلم عشان تعرف ان الحقيقة تحتاجه الى بساطة لا تحتاجه الى تعقيد فرسم ذلك الخط صلى الله عليه وسلم احنا لما نجي نعمل مع اولادنا كده لما نجي نحكي لهم الحكاية ده نوع من انواع الفن احنا بنحكي لهم الحكايات كلها المليئة بالحكمة حكاية التعلب والفراخ والتعلب والدي كل الحكايات دي كلها حكايات من الفنون فلازم نعرف ان الفن ده مش حكر على بعض الناس طيب لما نقولي الكلام ده ونبين ان الصور التي استخدمها رسول الله سلم في التعبيرات الفنية او قبلها يبقى رسول الله استخدم سمع استعمل الفن عشان يسعد السيدة عائشة في التبادل الثقافي ما بين لونين من الثقافة ولونين من الفنون الفنون الافريقية بتتدخل عشان تجعل هناك سعادة للشخص صاحب استقافة الاسيئوية ثم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يصحح المفاهيم بالفن لان الناس تفى من الدين سعة وده احد اهم الاشياء التي جاء بها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم انه صحح المفاهيم القديمة التي كانت في بعض عند المتطرفين في بعض الاديان فرسول الله صلى الله عليه وسلم كمان صح هذه المفاهيم ايه الرهبانية المبتدعة التي حاول بعض الذين وقفوا السلسة اللي وقفوا على باب حضرت النبي وكانوا يريدون ان يستخدموا رهبانية مبتدعة فرسول الله رفض ده وصح المفاهيم حاجة تلتة صلى الله عليه وسلم استخدم فيها الفن بشكل واضح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم استخدم خلى الصحابة بين يديه في غزوة الاحزاب يستخدموا الفن عشان ينموا الانتماء فاحنا ساعات بنعمل كده نستخدم الفن ونغني اغاني تتعلق بمصر نغني اغاني تتعلق بالوطن نغني اغاني تتعلق حتى بانتماءنا لله سبحانه وتعالى لما الواحد يقول الانتماء لحضرت النبي لما نقول لجل النبي لجل النبي اقبط صلاتي على النبي لجل النبي احنا بنعمل ايه في الفن هنا بنجعل الناس تتمسك بهويتها وبتنشأ هويتها وبيخلي هذا له صلة خاصة بحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ولما نيجي بقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأسس الانتماء عند الصحابة الصحابة يقول اللهم لولا أنت ما صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى بغوا علينا إبقى رسول الله سلم ترك الصحابة يتغنون لكي يزداد لكي ينمي الانتماء عندهم